حكاية أخرى وهي حكاية زي ما بقول لكم دايماً في حكايات فيها تدبر وسعادة وفخر مصر بتعمل أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018 معرض سلاح بأنواعه المختلفة ده أول معرض عالمي للسلاح مصر تعمله هتقول لي يا عمر طب إيه يعني الحكاية أنت وقف عندي إيه يعني إيه الموضوع اللي أنت وقف عنده ممكن لو سمحتوا أوري حضراتكم الفيديو المحترم اللي معمول على صفحة المتحدث العسكري معمول ب16 لغة فحقول لكم حضراتكم أنا فرحان ليه بالمعرض ده طبعاً الناس كديري هقول ليه أنت فرحان طبعاً بالمعرض آه معرض سلاح فيه جناح مصري فيه جناح جاية من بريطانيا ومن روسيا ومن أمريكا آه معرض ومناسبة فيه 10,000 واحد جاي فيه 315 ولا 316 شركة حتى شارك لا مش هو ده اللي مفرحلي خلينا نشوف الفيديو وتشوف الدول 41 دولة مشاركة 316 شركة عالمية أكتر من 10,000 زائر عدد كبير من الشركات الأسامي اللي ترن من 3 إلى 5 ديسمبر الإيدكس المصري اللي هو معرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية عمري ليه مبسوط غير أنه طبعاً بناس عدوة ومعرض كبير وأول آخر أنت النهاردة 2018 حضرتك سنة 2013 أما عملت الثورة بتاعتك قرر العالم كله أنه ما يدكش طبنجة أنا مش مبالغ طبنجات كان فيه صفقة طبنجات مع ألمانيا توافت إيطاليا فرنسا أمريكا العالم كله من خمس سنين بس من خمس سنين بس حضرتك كان ممنوع عنك طلقت الرصاص وإنت كنت إيه بتحارب إرهاب وعندك الدنيا مولعة في سينة وعندك طيارات أمريكاني وإسلاح أمريكاني وقطع غيار أمريكية وقطع غيار أوروبية أشياء كثيرة جداً النهاردة عشان تعرف الحكاية أنت مشيت منين لفين 2013 ما حدش عايز ديك سلاح النهاردة الدول دي نفسها كلها أسامي زي الطابل تكلم على بوينج بقى وبتكلم على أسامي ضخمة في عالم التسليح جيالك مصر تعرض السلاح بتاعها عندك يبقى أنت اتطورت الدقي يبقى أنت نطيت نطات الدقي من دولة ممنوع عنها سلاح من دولة مش هنبعث لك قطع غيار من دولة كان الشرطة المصرية عندها صفاقات مسدسات يعني مش سلاح مثلاً يعني يخوف أولاً سلاح كماوي المعرض مستو أنه هيبقى فيه هارد وير وصوفت وير يعني السلاح نفسه وفيه حاجات ليه علاقة ببرامج التشغيل علاقة بال وقف القرصنة وتأمين الأنظمة الدفاعية وفيه حاجات ليه علاقة بأنظمة الدفاع الجوي وفيه حاجات ليه علاقة بأنظمة الهجوم وفيه حاجات ليه علاقة بالزخيرة شيء جبار شي يفرح متسألني تقول لي يا عمر الحكاية دي مفرحك في ايه اقولك اه اقولك انت كنت فين وبقيت فين انت وصلت المرحلة ان انت عامل معرض والشركات دي جاية مصر تعرض للمنطقة لان هو مش جاي بيه لك انت بس يعني مثلا انا زمان كنت بروح الايدكس مش الايدكس الايدكس فابوزوبي بروح اغطيه باشتغل وكده كانت الشركات تبقى موجودة والمنطقة كلها تروح تشتري سلاحها من ايدكس النهاردة الايدكس انه يجي ناس يعملوا صفقات على ارض مصر انا عجبني الزخيرة دي طبعا انا بفهمش في السلاح يا انا عجبني نظام الدفاع الجوي ده اسامي الشركات الروسية اسامي الشركات الانجليزية والاهم اسامي الشركات المصرية المصنعة على السلاح تشوف الكشف بتاع اسامي الشركات المصرية 44 شركة هاردوير وصوفتوير والهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية فخر هو ده امنك القوم التصنيع السلاح ده مسألة مهمة جدا والنهاردة تلف في الايام وتكتشف ايضا ان اللي انت عملته من 2013 وقابل يمكن 2013 انك ابتديت ما تاخدش سلاحك من حتة واحدة فهمت ان الامريكان ما لهمش امان وده الدرس اللي بيبان دلوقتي تاني فنوعت سلاحك هليكوبترز اللي بتيجي لحاملة الطائرات اللي انت جايبها روسي حاملة الطائرات فرنساوي لانشاط فرنساوي سلاح رفال فرنساوي انظمة دفاع جوي روسي فانت فاقع انت كمان قدرت في الخمس سنين دي في مجال وطبعا الناس اللي بتفعي في سلاحة الكلفة الموضوع دي حسن مني ولكن بشكل سياسي قدرت في الخمس سنين دي دلوقتي تبقى عندك انفتاح كامل على السوق رئيس بتاعنا بيروح اي بلد ويخش يشتري السلاح اللي هو عايش مش حد بيقوله لا واللي اهم ان انت كمان بتبني قوات مسلحة غوصات المانية طيارات روسية طيارات فرنسية هليكوبترز زخيرة مختلفة سلاح خفيف كلاشينكوفات ومع السلاح الامريكي ايضا ولكن في اللحظة دي اتعلمت الدار تنويع مصادر سلاح والنهاردة بتعمل معرض زي اليدكس ده احنا بنحي القوات المسلحة بنحي الجهات المنظمة لهذا المعرض بنحي الفيديوهات اللي معمولة ب16 لغة شيء مشارق فيه حاجة منهم معمولة باللغة الروسية اللي هي ما بيتكلماش غير دولة واحدة في العالم لما مصر بتعمل بتعمل حاجة محترمة بصراحة فانا سعيد جدا طبعا انا ملياش يعني فهم كبير في هذا الامر ولكن ومش طبعا مش هطلب من حضراتكو ان انتو تروحوا تزوروا اليدكس لان ده معرض متخصص ولكن انا بدعو العالم العربي والناس كلها اللي بتتفرج علي والحمد لله البرنامج ده لي مشاهدين كتير في العالم العربي الناس اللي مهتمية بصناعة السلاح يزوروا اليدكس في مصر في شهر الاسبوع الاول من شهر ديسمبر وطبعا هو تحت رعاية الرئيس عبدالتحين قصة